أهلاً أحبائنا مشاهدينا ما زلنا في هذه الحلقة اللي هي من سلسلة حلقات أحقاً قال الله وطبعاً حديثنا في هذه الحلقة كان عن العلم الحديث والكتاب المقدس هل هناك أي تعارض وشفنا من دكتور ناجي اسكندر يعني كلمنا عن كلمتنا عن النقطة الدنيوية وأن هذه النقطة يعني بتعتمد على إيش مرة تانية المادة هي كل شيء الصدفة والزمن وقوانين الطبيعة تفسر كل شيء وشفنا أنها ما تقدرش تفسر ما تقدرش طيب طالما أنه فيه نقطة الدنيوية اللي هو المادة خلينا نرجع هل فيه نقطة بداية كتابية الكتاب المقدس طبعاً فيه نقطة بداية كتابية تعال بقى نشوف إيه صفات النقطة دي زي ما شفنا نقطة البداية الحدية فنقطة البداية الكتابية بتقول أن الله صر مدي يعني مالوش بداية ومالوش نهاية لأنه مش محكوم بالزمن لأنه مش جزء من الكرة الأرضية اللي فيها مبارح والنهاردة وبكرة طبعاً بقوله لك أثبت لي آه أثبت لك بسهولة جداً أنه علشان تخلق الزمن لازم تكون بره الزمن أنا عشان أكتب كتاب لازم أكون بره الكتاب واللي أنا بكتبه مش الحروف دي هي اللي عملاني ده أنا اللي عاملها تمام؟ وقوانين اللغة اللي بتستخدمها مش هي اللي خلقتني أنا اللي تخلقته بستخدم القوانين دي فالإثبات هو أني الله خارج الزمن عشان يعطي حياة فالله صر مدي مالوش بداية ومالوش نهاية إحنا محكومين بالزمن لأننا جزء من الكرة الأرضية ودورانها حوالين نفسها وحوالين الشمس موسيقى 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 موسيقى